تأتي مشاركة مديرية الأمن العام بمؤتمر ومعارض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني بنسخته الثانية للاطلاع على أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والبيانات وبما يخدم عملها الأمني ويضمن تقديم واجباتها وفق أعلى درجات التمييز والحرفية تعتبر مشاركة مديرية الأمن العام بمؤتمر ومعارض الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الثاني من خلال العديد من التطبيقات ضمن ثلاث محاور المحور الأول الخاص بتخفيف الازدحامات المرورية المحور الثاني كان خاص بتقليد زمن الاستجابة للحوادث المحور الثالث تسهيل العمل الشرقي وقدمت مديرية الأمن العام خلال المؤتمر العديد من الأنظمة والتطبيقات المحوسبة والتي تم بناؤها وتشغيلها بكفاءات وعقول لمهندسين ومبرمجين من مرتبات الأمن العام كأنظمة وتطبيقات الأمن الجنائي والحوادث المرورية والأنظمة الخدماتية بهدف تحصين الأداء الوظيفي بوقت وجهد أقل وبدقة عالية متواجدين حاليا في بوث مديرية الأمن العام تعرفنا على كثير من الأنظمة الموجودة عندها من نظام الكاميرا نظام الدي اناي وأخيرا نظام المرور شوفنا جناح مديرية الأمن العام كان جدا متميز في هذا المعرض أبهرنا في عملية إدخال الذكاء الاصطناعي وتطوراته التكنولوجي في مهامه اليومية يشار إلى أن الذكاء الاصطناعي هو أحد أقسام علوم الحاسوب التي تهدف إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني من خلال الحواسيب الذكية وأنماط عملها حيث تمتلك مديرية الأمن العام كما هائلا ومجموعة غنية من البيانات المختلفة التي تسعى لتوظيفها في منظومة العمل الأمني ما ينعكس إجابا على تعزيز الأمن الوطني المجتمعي شكرا